السلام عليكم لا تنسوا اعجاب للفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا نستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من قناتكم قناة السبكي النهاردة والله ما عارف هسمي السلسلة دي ايه بس هنقول النصيحة عنوان حلقتنا النهاردة هنتكلم عن الدرمارول الدرمارول هتقول لي ايه الدرمارول دي الدرمارول دي هقول لك دلوقتي وهقول لك ايه الفرق بينها وبين الاصلية و ايه تعرف الدرمارول وتتشتغل لايه او بتستخدم في ايه وهي حاجة كعلاج وبيستخدموها لطباء ومراكز التجميل والمختصين بالبشرة والشعر النهاردة هنتكلم عن الدرمارول الاصلي والتقليد ازاي بتعرف الاصلي من التقليد وانك ما تقعش في مطب انك تجيب ديرمارول اصلي او ديرمارول تقليد ويدحش عليك ويجيب واحد تقليد زي ما ادحك عليك كده وجبت واحد تقليد وبعد كده روحت جبت الاصلي فانا عايز اقول لك النهاردة هقول لك يعني ايه الاصلي وايه هي التقليد وايه الفروقات اللي تعرفها وانت واقف عند البياع تقول له دي اصلي ولا دي تقليد النهاردة جاء اديكم شوية نصيح للديرمارول بس هقول قبل ما نخش على الفيديو بتاعنا طبعا اتمنى منكم ايه نشترك في القناة كده وروع عليك كده يعني اشترك في القناة كده وفعل زر الجرز واعمل لي لايك كده واعمل اعجاب واعمل كومنت وصلى على السيد محمد صلى الله عليه وسلم ويعني انا بنحب بيتعب والكلام دوت وبقالي مدة ما طلعتش معكم بوشي بوشي للظروف كده خاصة اا فالنهاردة جاي اا جاي يقول لكم وحشتوني بجد واقول لكم عن الديرمارول وهنشوف ايه الديرمارول واستغنمتها وايه الفرق من الاصلي والتقليد طيب قبل ما نعرف اا الديرمارول الاصلي والتقليد واحنا بنشتري ما يدحش علينا بيقول لك اه هي دي المزبوطة وايه احسن ديرمارول في السوق هنجيبها وايه النوع اللي احنا نقدر نشتريه هقول لك يعني ايه الديرمارول تعال معايا وخليك معايا وركز معايا قوي في الموضوع حتة دي اولا اروحت الدكتور بقول له دكتور بصه يعني انا عندي شوات فراغات في شعري هنا كده وقدام خفيف وورا في حتة نقرة كده وعاوز اعالج شعري انا الصراحة كنت بعالج قبل كده واجبت الادوية وشعري كان الحمدلله كويس بس كان الكلام ده من الفين وعشرة الفين وحداشرة وبطلت العلاج والحمدلله يعني اللي عملت كله كان الشعر ده كله ماكسي وكان حاجة نظيفة وحاجة شعر كده كان هايش بس طبعا العلاج اا لازم يمشي معاك مدى الحياة فطبعا انا بطلت بقى بعد كان فترة كده وانشغلت شوات حاجات وسافرت ورجعت والكلام دوت وما استخدمتش العلاج فطبعا اللي انا عملت كله راح فرجعت للدكتور تاني انا عايز اتعالج فاعمل ايه يعني اجيب نفس العلاج اقراره اللي هو من ايه متعاشر سنين قال لي اه قرر نفس العلاج والادوية طبعا احنا هنقول العلاج ايه والدوى اللي هتاخدوه ايه بس مش دلوقتي دي في حلقة تانية وقال لي هات الدرما اتعمل بلازمة قلت له ايه البلازمة دي قال لي دي اه دي جلسة بتعملها يا اما في مركز هنا عندك في ازيق او بتروح تجيبه من او تروح القاهرة قلت له ما فيش حاجة تانية قال لي فيه الدرما رول قلت له ايه 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 اللي انت قلت عليها دي ايه الدرما رول ايه ده دكتور قال لي ده جهاز بيعمل على ده عبارة عن بقرة اهي هفتحها لكم اهي دي عبارة عن بقرة كايفين كده دي بقرة بتعمل على فتح المسام في لو انت عندك حب شباب او نظرت البشرة اه اول الشعر وفيها سنون قلت له كلام دي غالية قلق بش غالية دي هتعمل لها مسلا في حدود مية وخمسين يعني ميتين جنيه قلت له طب يعني سهلة دي كل مرة ولا كايف ولها قلق دي بتقعد معات فترة طويلة ممكن تقعد معات سنة بس هيوتي اللي حاجة ايه النظيفة طب قال لي بقى انت هتجيب اللي هو اين زد جي تي اس زد جي تي اس شايفين كده اهو زد زد جي بي اس هتجيب المركة دي المركة دي نظيفة جدا 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 شايفين كده اهو طيب فقلت له اه خلاص ايه دكتور ماشي تنبع فين بقى الديرمارول دي يا دكتور? قال لي عندي بتوع مستحصرات التجميل. هتلاقيها عند مستحصرات التجميل. وهتلاقيها اا او بتوع اللي هم بيبيعوا حاجات الكوفريات والحلاقين والكلام ده. هتلاقيها برضا عندهم. فقلت خلاص اا او في مكتبة مشهورة بدون ذكر اسمها. هتلاقي عندك في الزيزي. وهتجيب منها الديرمارول. طب انا بالنسبة لها عاوز استضمن شعري. قال لي اه. ده ليها مأساة. فهو قال لي الرجل اه بس انت هتجيبه واحد ميلي. او الخمسة وسبعين ميلي. قلت له فيها مأسات قال لي اه الديرمارول دي في منها مأسات في منها نص ميلي لحد تلاتة ميلي. طب استخدام كل واحدة ايه? قال لي لأ انا مش هقدر اقول لك استخدام ايه دلوقتي? انت انا عايزة تجيبه الواحد ميلي او الخمسة وسبعين ميلي. طيب. فانا عادت بقى ابحث وايه? وفلحث كده وعرفت استخدام كل واحدة لايه بالزبط? من الديرمارول بالمأسات. فطبعا انا زيت جبتها فطبعا انا حتى افلحص واقرأ واشوف ايه ديرمارول. لقيت ان اه بالنسبة دي تستخدم للشعر والوجه والبشرة. ليه بقى? انت عندنا سبحان الله يعني جسم الانسان اه طبعا في حاجات كده ايه جسم الانسان اه مؤشرات مؤشرات في جسم الانسان. اول ما بتحس بجرح او جسمك ينجرح او يحصل جرح او طبيرة او اي حاجة زي مسلا التعويلة اللي عندي كده او العملائي اللي عملتها فراسي. الجسم على طول بيدخ حاجة اسمها كولوجين. كولوجين. بادة كده سبحان الله دي طبيعي طبيعية جدا. بيتضخها المخ عشان يعوض الجرح اللي حصل لك او الحاجة او النغزات اللي حصلت لك. يعني انت اول ما بيحصل لك جرح المخ بيدي اشارة يقول لك عوض. عوض بسرعة الجرح اللي حصل لك. ده دي حاجة طبعا اه حاجة طبعا ده من صنع الاله مش صنع ربنا مش بدينا. فهم عملوا اه طبعا الجماعة اللي هم قاعدوا يختبروا قال لك طب ما نعمل احنا او حاجة زي كده بيدي نغزات اه في الوش او اللي بالنسبة للشعر اللي هم عندهم صلع او عندهم حاجة ورصية او حاجة زي كده او شعرهم خفيف. طب بيدي نغزات الجسم اول ما بيحس بيها بيدي كولاجين. الكولاجين ده بيعمل على ايه زياد افرازات الدم فيقوم الحاجة اللي هي انت فقدتها مع العلاج بتبدأ ترجع تاني او في حاجة في الوش بيبدأ ايه النضارة الوش ومع استخدام بقى الكريمات والكلام ده. مش قصتنا قصتنا النهاردة بالنسبة للصالع للرجال. صالع رجال ازاي? يعني ما تجيش تقرع خالص. اا بلاطة واعاز اعمل الدرمارول. اقول لك. لان ما ينفعهاش? ليه بقى? ما تنفعش معها الدرمارول. الدرمارول مثلا الحالات اللي هي الخفيفة زي مص Googles كده? اللي هي ايه الشعر ده خفيف مثلا شفتو كده? او ده خفيف او في النص خفيف او وارد كده Ob. دي الحاجات اللي هي ايه? بينفع لها الدرمارول يعق واحد شعره خفيف مثلا كده. بينفع لها الدرمارول. او عندك كمان السيدات اللي هي مثلا عندها حت الصلع زغير كده او نقرة بسيطة مش باينة فعادت تتدريها فبيقدر او يعني بيطلق فيها شعيرات خفيفة فده بيتعالج عن طريق الدرمارول مع علاجات تانية بسكو السطنة قصتنا الحلقة الجاية لما هستخدمها دلوقتي شايفيني بشعري انا هتطر بعد كده احلى عشان اجيب العلاج تاني واستخدم الدرمارول وهبدأ معكم وعيش معكم التجربة كل شوية كده هعيش معكم التجربة لحد ما تشوفه ان نشوف النتائج والشعر يرجع تاني ولا مش يرجع تاني ولا هي اشتغالة بيشتغلونها لأ طبعا انا دكتور واصفها لي فاش يمكن هيكون يشتغلني اا قلت زي ما قلت لكم الدرمارول عبارة عن سنون سنون اا طبعا من التيتنيوم مادة اسمها تيتنيوم وفيه طبعا اا المتقلد اا من الالمونيوم فطبعا ما تجيبهاش فبلاش ان في حاجات من الالمونيوم لكن دي تيتنيوم اصفر لو انتم شايفينها كده تيتنيوم اصفر اهو شايفينها كده ولا اهو ماشي فدي الدرمارول دي بتعمل ايه بقى ده عاملة على وشي او على شعري او دوت بتيدينا غازات بسيطة بالسنون بتاعتها انا هنقول لكم اا يعني الطريقة تستخدام ازاي بس مش دل وقت وطبعا زي ما قلت لكم قبل كده من شوية قلت ان هيبقى فيه كولوجين والكولوجين ده هيبدأ يغزي الجسم وبعدين مع العلاج هيبدأ اتفتح المسامة المسامة من حتى ان انت عاوز تطور فيها شعرك فده هيبقى مرحلتنا المرحلة الجاية بش عاوز تقول عليكم الدرمارول دي فدي كانت تعرفها بسرعة عشان ما نفعش اقول ايه اه الفرق بين الدرمارول الاصلي والتقليد وانت ما تعرفش يعني ايه درمارول او انت بتقول لي او انت تقول انت جاي تهبل علي ايه الدرمارول دي بتاعت ايه فلازم كنت اقول لك الاول المقدمة اللي انت ما عليش تطورنا فيها عليكم دي الاصلي والتقليد والكلام دوت لأ يعني قبل ما اقول الاصلي والتقليد لازم اقول لكم هي استخدامتها ايه استخدامة للشعر للوش طب مستوياتها في عندك من نص لتلاتة هتقول لي طب ايه النص باستخدم في ايه بص يا سيد انت باستخدامة لشعرك لو لشعرك وانت ايه شعرك خفيف مش تقيل مثلا لو ده كده تقيل لا خفيف شعرك خفيف مثلا وفيه حاجات لسه منبتة نقدر نلحقها تلحقها ان شاء الله بالعلاج فانت بتجيب من الخمسة وسبعين ملي بلاش النص نص وصغيرة جدا ايه خمسة وسبعين ملي وواحد ملي دي واحد ملي طبعا هنشوف بقى دلوقتي الاصلي اهي على ايدي اليمين والتقليد على ايدي الشمال هتقول لي طب ايه الفرق العلبتين زي بعض العلبتين ههم زي بعض زد جي تي اس وزد جي تي اس ايه الفرق هقولك ده لسه تعالى معايا بقى نشوف الفرق بقى عشان ما نطورش على بعض النهاردة اول حاجة انا لما جبت العلبة دي واشتريتها وطبعا اشتريتها غالية ما كنتش عارف القصلي والتقليد فبديت ان انا ايه ادعبس واشوف لحد ما وصلت الموقع من المواقع اللي هو سودوتكم وجاب لي الاصلي وهو احطو لكم الرابط الرابط بتاع السودوتكم وسعره جميل قوي انا جايب دي اا من سودوتكم بثمانين جنيه وصلت لي بمية وعشرة الحد ايه الشاحل الحد دي الاصلي دي بقى انا جابه من الزهزي بمية وخمسين جنيه يعني شوف فرق ايه فرق حوالي اربعين جنيه وايه تقليد طب ايه الفرق من الاصلي والتقليد وعرفت ازاي انها دي اصل وتقليد اول حاجة هي طبعا بتيجي مغلفة في كيش في شفاف ما تقدرش تفكه لانك لو فكيته خلاص انت كده بطور خدتها مش هتنجحها فقبل انت ما بتشوف طب انا هعرف ازاي اصل ولا تقليد يا استاذ تعال بقى انا اقول لك ازاي دي اصل ولا تقليد خلي بالك معي انت اول ما انت بتجيبها من هناك بتحط لك على كيس النيلون المغلب بيها فلو رجل السكر معاك كده لونه برطواني بص كده لونه برطواني اهو شايف كده لونه برطواني اجيب قلم كده اهو علا ده لونه برطوان اهو. طيب لو انا هحكو كده ايه يعني ايه بهية كده في الغلاف كده هلا ايه بيتفك معي بص بيتفك معايا ازاي اهو 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 شفتوه بيتفك معايا طيب ده ده كده ايه ده التقليد طب الاسلي الاسلي علامة صفرة علامة صفرة اول حاجة. هو في بص اهтовه مو بتطلعش اهтовه مو بتطلعش. لكن دي. اه خطأت معايا بسولة ايه طلعت معاي. اول ما عملها كده. ولا برطان اقول ده شكرا. بدي كده اول علامة. طب العلامة التانية اه? العلامة التانية. ركز معايا اول. هتلاقي في الاصلي. تعال بقى. شوف بقى الاصلي. هتلاقي زد جي تي اس. تمام. هتلاقيها صغيرة مش كبيرة. هنا صغيرة مش كبيرة. هتلاقي الكلام اللي تحت ده. الكلام اللي تحت ده. خط رفيع. مش تخين. ليه بقى? يعني التقليد بص. زد جي دي اس دي التقليد اهي? اهيه. اللي عيد الشمال اهيه. بص عاملة ازاي? الخطة تلاقيه تخين. مش رفيع. الكلام هنا جاي تخين. العكس التاني. العكس التانية اصلية رفيع. الار في الاصلية. الار. هتلاقي الار هنا رفيع. يعني كلمة الار كده علامة الار ده العصالة اللي تحت دي دي رفيع. طب بالنسبة للتقليد هتلاقيها ايه? جاية تخينها شوية. لو ما انت بركز معايا جاية تخينها شوية اهي. تخينها شوية اهي. لكن دي رفيع. طب دي كده حاجة. طب الاصلي التقليد هتلاقي علامة العصاية دي ما اقول لونها برتقاني. اهي برتقان اهي. بركز شايف? طب بالنسبة لدي هتلاقي ايه? ابرة عن برتقاني فاتح. او عسلي فاتح. دي عسري غامق. بقلاش برتقاني. دي عسري غامق. زي العسل الغامق كده. ده عسلي فاتح. يبقى احنا عرفنا اول حاجة العلامة اللي بتبقى هنا في التقليد بتطلع معايا. في الاصلي ما بتطلعش معايا. بتيجي على كلمة الزيت جي دي اس. الزيت جي تي اس. بتلاقي ايه كبيرة شوية. في الاصلي مش كبيرة. طب الكلام اللي تحت لو جيت كارنتو هتلاقي ايه? تخين. في الايه? في التقليد تخين. اسو التخين قوي. هنا جاي اسو دروفية يعني الفونت بتاع الفونت بتاع الكتابة مقاللينه. طب ده كان ايه? اختلاف العلبة. ده من برة كده وانت هتعرفه. خلاص كده هتعرفه. من غير ما تفكر غلاب. طب انت فكتوا الغلاب بقى. فكتوا الغلاب. ادي التقليد اهي? وادي الاصلي. مركز معايا. كده اطلع الاصلي وكده اطلع التقليد اهو. ده علبتين الاصلي وده علبتين التقليد. طب احنا كده شفتنا العلبتين وقلنا ايه الاصلي والتقليد. هنشوف دلوقتي ايه بقى? لما فتحناهم واشيناهم العلب. العلب البلاستيك. هتقول لي العلب البلاستيك زي بعض. هم ملاتين زي بعض. الاصلي برضو على يدي اليمين. والشمال اللي هو التقليل. طب ايه الفرق بينهم? العلبتين زي بعض? هقول لك اه تعالى. ركز معي. الاصلي. بتلاقي كلمة بص بقى هنا سودة. بص بقى انا مجيب قلم كده اهو. هتلاقي الاسود غامق. والكلام هنا ايه? الكلام هنا. كبير. بص بقى الكلام اللي تحت الفوند ده. جايبينه كبير. مش كبير ضخم لأ. الكلام يعني واسع. بص الكلام اللي هو الاخر ده اللي هو بص انا هيقول لك ايه? اه مش عارف اه استر بش عارف ايه? مهم الكلام بالانجليز كده. اتلاقيك كبير. طيب. العلامة دي. ركز معي بقى في العلامة دي. اللي هي الار. فوق هتلاقي كلمة الار. ركز معي. طيب. دي حاجة. برضو العسلي العلامة بتاعتها هنا عسلي. عسلي فاتح. عسلي فاتح. هنا الكلام هنا هتلاقي ايه? اسود غامق. هتلاقي كلمة الزيت جي تي اس. الاستيكر معمول عليه. معمول عليه كويس جدا. يعني بص الاستيكر تليه نضيف. تمام? احنا شوفنا قلنا العلبة الاصلي. اه فيها كلمة الار. وطبعا احنا قلنا الكلام هنا هيبقى عريض او هو ايه طويل شوية طويل. الكلام اللي هو تاح. اللي هي جاية هنا اه زيت جي تي اس دي فاتحة شوية. يعني مش فاتحة اه باينة ورفيعة مش تخينة. هنا العلامة بتاعت الدرمة الرسمة العسلي فاتح زي اللي في ايه الموجودة على العلبة الاصلي. الكلام هنا اسود ايه اسود ايه? اه غامق. تمام? طب تعالوا بقى في التقليد اللي هي عيد الشمال. اولا كلمة الار مش موجودة. مش هنا كلمة الار. الكلام هنا تلاقيه زغير مش عريض بازاي دي كده. بصوا ده. بصوا كده. العرض بتاعتها ايه? عريضة. هنا لا مش عرض. هنا كلهم تحت بعد كده. الزيت جي تي اس تحس انها ايه? خفيفة كده. بازاي دي تقيلة بينة. الكلام اللي هنا اه خفيف. بازاي اللي في الاصلي تقيل. بص الاصف تقيل ازاي? تمام? طب دور كانوا العلبتين. تعالوا بقى نفتح العلبتين ونشوف. اللي جوه. بتاعت بتاعت العلبتين اهي. دي الاصلي. ودي التقليد اهو. انا بفتح ده. بيطلع علي نفس القصة وحطيت لي السفنجة تحت. وايه? السفنجة تحت ايه? دي التقليد. هتلاقي كمان البلاستيكة بتاعتها ضعيفة. التقليد بتاعتها ضعيفة. الغطة بتاعها. اللي هنا بتلاقي الغطة بتاعها نظيف شوية. اهو. دول بقى كده على جنب. تلاقي العلبة بتاعتها هنضيفها شوية. السنون بتاعتها هنا قوية. مش تقيلة. مش ضعيفة. هنا الله اعلم السنون بصنوعة ازاي. اهي. هتلاقي. الفرق هنا اليد كمان. اليد هنا البص من تحت كده. بص فيها رفع ازاي? اهو. اهو رفع اهو. هنا تلاقي الرفع في التقليد تخينة. جاي حتة واحدة مية واحدة. لا هنا جاية ايه? جاية التخينة اهي. رفيعة. رفيعة بتخر بروف. هنا لا جاية ايه? كلها جاية حتة واحدة. استنبا واحدة. كلام جميل? طيب. اه هنا هتلاقي اللون بتاعها برضو. عسل فاتح. هنا هتلاقي ايه? التقليد اهيه? عسلي غامل. هتلاقي هنا عسلي غامل. وهنا العسل عسل ايه? عسل فاتح. ده كان الاصلي والتقليد. زي ما قلنا كده العصاية بتاعتها رفيعة من فوق ونزلة برضو تخينة ونزل رفيعة من تحت. طيب في التقليد هتلاقي كلها جاية مية واحدة. حتة واحدة. فده الاصلي والتقليد. طبعا انت مش هتعرف الكلام ده كله لما تفتح العلبة وتشوف العلبة. لا. فانا لما هشتري الحاجة هشتريها. اعرف ازاي? هتقول لي اعرف ازاي? قلت لك? هقول لك بتجربة العلب. بتجربة العلب. لان هتقول يا دي مغلفة. العلب دي مغلفة. العلب دي مغلفة. بنيلو. مضعفش بتح النايل وبتاعها. هتشتريها وتمشي. هتعمل ايه قدام قلت لك? هتقول انت حك العلمة دي. لو لانا طلعت معك زي كده خلاص شكرا. دي تقليد. وهتلاقي كلمة الار هنا تخينة العصات الار هنا هتلاقي ايه? هتلاقي هنا اه هنا هتلاقي افريعة شوية. في الاصلي مش تعرف تفوق الاصفر ده اصفر مش مرتقاني. ومطبوة. وهنا هتبقى العصاة رفيعة. تمام? والكلام هنا هيبقى ايه? رفيع. هتعرف انت طبعا انت اول ما تمسكها هتعرف ده تقليد ولا اصلي. تمام كده? احنا كده ده وقت شوفنا خلاص اه بقى الخلاصة احنا شوفنا طبعا الاصلي وعرفنا الاصلي منين والتقليد منين? من العلب. ولما فتحناها من جوة والعلب البلاستيك بتبني الاصلي من التقليد. هو مش اصلي ولا تقليد. هو ممكن يكون درجة تانية او تالتة. اه بس المصنع بيعمل ايه? بدل ميرمي الحاجات دي. بينزلها بقى ايه? يباحها للمستهلكين او يباحها للمما التجار. هو كله انتاج صيني. طب يباحها لانه للتجار? ففيه تجار بيقولك ايه طب هات الدرجة التانية والتالتة وانا ابيعه. وطبعا الزبون مش عارف الديرمارول. بس احنا دورنا هنا ان احنا بنوضح الاصلي من التقليد. لان فيه طبعا اصل بينزل وفيه تقليد موجود. فطبعا التقليد دي ما موجود. وانت مش عارف يعيني. فبتا بتجيب اه عاوي الديرمارول عشان تجرب وتشوف شعرك. وعلى فيه تقليل. اه الدرمرول قولنا نستخدم للوش وللشعر اه بتعمل على فتح مسام للوش لو انت تعملها لوشك او لدقنك او استقل دقلك وطبعا معها في استخدامها علاجات مش لوحدها ان الدرمرول مش هتبقى لوحدها لا لازم يكون لها في علاج. هنقول عليه الكلام بعد كده واستخدام ها ازاي وديه في حلقة تانية ان شاء الله. اه دي كانت النهاردة اه وقلنا طبعا اه في الحلقة ان لها مقاسات من اول ده واحد دي ده كده ده واحد ملي ده واحد ملي في عندي هنا هو عندي من اول العلامات هنا هو فيه من اول نص ملي عشرين ملي الاول وخمسة وعشرين ملي وتلاتين ملي وخمسين ملي وخمسة وعشرين ملي واحد ملي واحد ونص ملي واتنين ملي واتنين ونص ملي لتلاتة ملي فطب العشرين ملي من العشرين ملي واحد ملي بيستخدموا للوش والشعر الخفيف طب لو انت الشعر كتقيل بستخدم ممكن من واحد ملي لحد تلاتة ملي يبقى تاني تاني بقى من اول عشرين ملي لحد واحد ملي للوش عشان طبعا ما نفعش استغلم في الوش اتنين ملي او واحد ونص ملي او تلاتة ملي هعور نفسي لو انت شعري برضو خفيف يبقى بستخدم بوردو من من بستخدم الشعر لو الشعر للرجالة من خمسة وسبعين ملي لواحد ملي لكن من عشرين ملي لحد خمسة وسبعين ملي او نص ملي ده حلو للوش او للبشرة يعني لكن انت بقى لو عندك شعرك طويل زي البنات او الستات وانت مش عاوز تحلق شعرك وعاوز بس حاجات معينة كده يبقى انت بتجيب من واحد ملي لحد ايه التلاتة ملي عشان السنون تخش في ايه وتضبط تعمل النغازات وتعمل الجروح الخفيفة الدم زي ما قلنا ايه بيزبطها تاني او بيعيد ايه نمو الحاجة تاني ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة الاصلي والتقليد ويا رب يعجبكم الفيديو النهاردة طبعا تسنوش بقى في الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرز وتعملوا اعجاب ونعمل اعجاب ونعمل كومنتو صلى على سيد محمد صلى الله وسلم واشوفكم في حلقة جاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة